مرحبا فرلويني شلونكم مليت اني نقل وتريد ترسم من خيالك بس ما عندك افكار تريد ترسم من خيالك بس عندك مشكلة بالجسم تريد تصمم شخصي من خيالك خاصة بيك بس ما اكو افكار للتصميم وما تعرف منين تبديه اتصل على زيرة تلتعشر تلتمية خمسة خمسين امزح هذا الفيديو لك ملاحظة جدا مهمة ان هذا الفيديو ليس للمبتدئين المبتدئين يلا ام سوري بس هذا الشي فوق مستوعكم حاليا احنا نريد نركز على اتقان رسم النسخ فهذا الشي ليس لكم وانت اللي جالس بالصف الاخير حاسب اني ما شايفتك ترى شفتك طيب سار عافية بس اشوف الفيديو اوكي شوف الفيديو بس لا تطبق لان المبتدئين لما يطبقون شي خارج مستواهم راح يصابون بالاحباط لان ما راح يقدرون يجيبوه مثل ما هو مطلوب وبعدين تبديلي دراما واني معرفة ارسم واني مرسام ويترك الرسم سو خلونا شوية شوية نبدي اما الاشخاص اللي مستواهم وتوسط فهم الفوق او اشخاص اللي يريدون يسوون هذا الشي ابقوا معا بالبداية خلونا نتعرف على صديقنا ريفرانس سار تكلمي عربي لا اله الا الله اتكلم عربي بس يا اخي اولا انا ما اعرف شنو معنى هذه الكلمة اذا عندكم فكرة برون تحطوا ليها بالتعليقات ثانيا اصلا اذا بحثتوا بعربية على اغلب ما راح تلاقوه سو خلونا على ريفرانس وهذا السبلنغ مالتها وراح اكتبلكم اياها بالديسكروبشن اللي هو الوصف صندوق الوصف تحت تضغط تحت الفيديو وتلاقيه شنو الرفرانس انت تشوف الفنانين بعض الفنانين اللي يرسمونهم أورجينال يعني ما يرسمون شخصيات غيرهم شخصياتهم الخاصة اضافة الى ذلك ما يرسمون مثلا نارتو وكذا يعني اورجينال رسمهم ليس كل رسومهم من خيالهم شلون يعني اذا شخصيات شخصياتهم انا اقول لك شلون بس عصابك يستخدمون الرفرانس يقول الرفرانس انواع طبعا مو كل الرسامين لان بعض الرسامين اللي يرسمون خيالهم اصلا متدربين على الرسم بشكل فضيع اضافة الى ذلك يعني حتى على التشريع وهالاشياء فهذول الاشخاص يرسمون من خيالهم لكن قد يستعملون بعض الرفرانس اولا الرفرانس انواع الرفرانس من الصور وهذه مخصة للمخترفين لان قد لا المحترف ما يجي يرسم من رسوم شخص ثاني او من رسوم رسوم شخص اخر لماذا؟ لان الفكرة اللي بباله يمكن ما يلقاها بالرفرانس او مثلا باي حركة من الانمي تكون صعبة فشنو يحول صورة حقيقية الرفرانس هو رسم جسم على فكرة ننسي تفكر يحول صورة حقيقية الى شنو شخصية من شخصياته الرفرانس الثاني هو من الرسوم هذول اللي اي شخص ممكن يعني يسوي انو انت تعجبك حركة معينة فتسوي شخصيتك بها الثالثة البيسز سارة شنو البيسز البيسز هذولة البيسز طبعا لازم تراعي انو البيسز بها اخطاء ليش؟ لانها مرسومة بسرعة لان الفنان اللي رسمها حط ببالك انو انت شنو متمكن نوع ما من المسر لهذا اذا كان مثلا اذا رسم لك الاصابع بشكل جدا سريع انت حط ببالك انو انت تعرف كيف تلسم الاصابع او اليد او whatever يعني ممكن تكون مثلا بالكتف الاخطاء فانت حط ببالك انت كيف تعرف ترسم المهم فيها اخطاء لهذا شنو متج الرفرنس طبق الاصل تجي يسويها لا مجرد تعرف شنو الحركة تشوف شي قدامك طيب سارة انت لتستخدمي الرفرنس لا شواني ارسم غير وجوه اولا ثانيا كل فنان بحياته استخدم الرفرنس بطريقة مباشرة اولا استخدمت الرفرنس اعتقد بعمر اعتقد 12 سنة او 12 سنة او ما اذكر بس كنت اوقف اخواني ماسكين عصا الماسحة حتى ارسم سلاحة في النجا لانو ما عندي حرب والمساكين يبقون ماسكين العصا او العودة نسميها الا ان اخلص امني رسم اللي مسابقة ما كان عندي كاميرا او بدر اصور بيها او حتى ند او 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 بنرجع هسه تصميم الشخصيات طيب انا ما عندي خيال شو انا نصمي شخصية اوكي اذا ما عندك خيال وهذا ايضا شي الفناني اللي بالبداية بعدهم ما يعرفون مين يبدون يستخدمون هذه الطريقة استخدمتها سارة لا اني مصمم شخصياتي من قبل اصلا لا اكتشف موهبتي بالرسم يعني اني مصمم شخصياتي اعتقد سنة 2000 او سنة 2001 واكتشفت موهبتي بالرسم سنة 2003 او 2004 فاني اصلا عندي فكرة هم اشكال هم شنو هسا خلوني اقول لكم شلون نصمم شخصيات بدون اعتماد على خيالكم بس هذا الشي انه انت من تجد تاخذ من عند الرفرنس لازم تغير به لانه انت كفنان وهو كشي اسم من الخيال يعني مو تخلي طبق الاصل هذا الشي رح يكون مملأ اكيد انه اذا ما سوت اي فروق بها فلذلك ش سوي سوي فروقات على قد ما تقدر الرفرنسس تكون كافكار وليس جيب وانسخ اوكي طبعا رح يكون اكو فيديو لتصميم الشخصيات حسب مواصفاتها الشريرة كذا 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 بس حاليا خلنا بس ناخد فكرة عن تصميم الشخصيات هذا جوجل بجوجل طبعا تعرفون هذا جوجل يعني بحث في جوجل وليس في اي برامج اخرى باعوا كتبت enemy eyes شوفوا باي the way ام خلي ببالنا شوفوا enemy chippy eyes enemy evil eyes care of francis enemy sad eyes شوفوا يعني شي حزين evil معناها شرير نخلي بالنا ايضا انه الفنانين بيرسمون بستايلهم يعني لما يقدم لك رفرنس العيون ال enemy هو يكون اصلا راسم بستايله خلقنا نختار يعني فتشيعة شوائي اوكي هذي شوفوا هسا عندي هاي الرفرنسس اكيد مثل ما قلتونكم هي مرسومة بشكل سريع اذا انتو تحاولون ما ترتكبون نفس الاخطاء اوكي راح اختار هذي هسا احنا في مرحلة التصميم فقط اوكي مو اخلى وش يرسمي الانف ما في داعي رفرنس الا اذا كان رسمك سيمي رياليستيك شنو هسيمي رياليستيك شنو هسيمي رياليستيك هسا هي مرسومة بهذا الطريق ايدي ما سيطر عليها اوكي هسا هي شخصيتي مرسومة هاي الطريق اجياني بما انه هي شخصيتي وارد شوي اسوي تغيرات وكذا ازيد الهرمش على فكرة لما نرسم بالرفرنس بس هذا لا يعتبر رسم من الخيال يعني لما ترسم انت رسم الجسم من الرفرنسيز مو سيقول هذا من خيالي هسا خلصنا من الشنو خلصنا من العيون احنا صممناها هذا الطريق اذا نختار عيون تعجبنا هسا مرسومة احنا 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 هل احنا تشوف الستايلات انت شن يعجبك يكون شعر هات تشوف الستايلات انت شن يكون تشوف في الستايلات انت شن يعجبك يكون شعرها واو خينا طلعت الكلمة او الفكرة باعو انمي سيمرياليستيك شفتوا اختار هذا اكيد انت تغير تتحكم بالطول تتحكم كل شي عجبك لانه بالنهاية هي شخصيتك اوكي شخص تسألني على كيف ارسم تسريحات من خيالي هذولا يقدرون يساعدوك مثلا اوكي تشوف هذا وتغير بيها تشوف هذا وتغير بيها لكن هذا ما يعتبر من خيالك لكن ما ترسم شخصية احد ولا تعتمد على مجرد رسم نسخ 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 شي ممل حاول اضيف اي تغيرات انت تريد وتذكر احنا ما ننسخ يعني ضيف تغيرات ضيف تغيرات جيد جيد هسه صممنا هذا الشخصية هنه شنو نرجع للرفرنس اللي هو بايسز مثلا ترسمها بهذه البايس ليش بايسز مو حركات من صور هنا انت تختار الملابس شنو تكون لان الجسم تم تحديدها بالكامل من دون الملابس يعني هسه مثلا اذا هي لابسة فستان انت مقدر تتلبسها مثلا منطلومة كاي؟ فهم اصلا حطيك مجرد جسم انت تقدر تغير شنو يكون الملابس الملابس لها رفرانسس؟ اكيد الملابس لها رفرانسس لكن مثل ما قلتكم حاولوا تصوون تغير قدر الامكان وما تقولون هذا برسم من خيالكم شخصية شخصيتي اتت لهذا تكتبين شخصيتي فقط ما محتاجة انا اكتب شخصيتي من خيالي اللي اكتشفتها سنة 2000 يمنون اكتب ك dovbody لعرفتوا رسمي شخصية لا يأải هذا اي فقط في الجيد بعض الوقت لقد تذكرها قابل كاما اسكلٍ يتعلم هذا كل شي لليوم أتمنى أنكم استفدتوا أكيد 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 أرد أشوف شخصياتكم اللي صممتوها فشاركوها ويايا على فيسبوك أو على انستغرام شكرا على المتابعة أشوفكم في الفيديو الجاي باي باي